الحمد لله ما هو الفكر تاعك؟ الفكر ما هو فكرك؟ الفكر النقدي النقدي بصحة الموقف تاعك تجاه الإله ما هو؟ ربوبي ولا منكر؟ باستعمال الفكر النقدي الموقف هو الإلحاد تنكر وجود الإله؟ الإلحاد الإلحاد لا تقول لك أنكر لم أفهم كلامك لا أؤمن بوجود الإله نعم صحة هل تستند إلى نظريات؟ أم مجرد قول عابر؟ الشيخ ليشار دوكينز تطوري تستند إلى نظريات تطور؟ أكثر؟ أكثر؟ كنت مزخر؟ قلت للمقابل تفكير النقدي صديقي؟ تفكير النقدي تفكير النقدي بني صغسيك، ما عليش؟ يقول إن العقل هذا مباشر تفكير النقدي العقل هو هذا يقدم أعصمك في الخطأ كيف يعصمني؟ العقل يعطي بعض المعد يساعدك على تمييز الخطأ من الصح هكذا دروك ميهوب سمعلي دروك ميهوب سينكر على الإسلام بالعقل نسألك سؤال بركة عندك وسيلة أخرى تستعمل عندك وسيلة أخرى أنت تستعملها من غير العقل لكي تفرق بين الصواب والخطأ عندنا العقل جيد عندك وسيلة أخرى غير العقل أود أنوياك أن تفقن على العقل لأن إذا واحد يكون مجنون وإذا واحد يكون مجنون عندك وسيلة أخرى غير العقل أما عندك ما عندكش وسيلة كمسلم في الدين تاعي أو من نريد خاطبك أنت لكي تفرق بين الصواب والخطأ عندك وسيلة أخرى غير العقل في الدين تاعي أو من نريد رب عليك؟ في الدين تاعي عندك العقل والنقل أنت لكي تفرق بين عفسة صحيحة وعفسة خطأ العقل العقل فقط لا يوجد وسيلة أخرى العقل العقل فقط لا يوجد وسيلة أخرى العقل يعني أنت أنت ترفض النقل قبل العقل شكرا باقي سخصيك أنا أمين كونج بد لك النقل أنت شا تقولي ما نأمنش به أنا قلت لك في ديني عندي العقل وعندي حشخة أخرى وش عندك؟ هسمع لي إذا من أبغي نهضر معاك نقولك النقل أنت شا تقولي تقولي ما نأمنش بالنقل لتاعك؟ لا 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 ما قولك شي شي إذاً أنا وياك هسمع لي هسمع لي دروك أنتان تشي عندك عندك العقل وعندك حاجة أخرى أنا عندي غير العقل أنا بش نفرق بين الصواب والخطأ جيد أنا أنا في الدين تاعي عندي العقل بالنقل دروك أنا إذا استدلك بالنقل هسمع لي زوبير إذا أنا استدلك بالنقل تشي تقولي تقولي أنا من أمنش بالخرافة تاعك صحي خلاص كلمتان انا شادي ندرعك تانا زولاً نقول لك نروح للعقل عندي العقل صحي؟ دروك العقل تاعي والعقل تاعك أسمع لي دروك العقل تاعك هذا هل صمم بذكاء أم تكون بطريقة عشوائية حتى أصبح يعصمون من الأخطاء فضل وكي نجاوب على هذا السؤال وكي نستعمل عقلي ولا نقل أنا جاي أعني جاي اعني جاي وكي يقولي مش انت عشا أرح تاعوح الشي بانية رعا تعيت لقلت لها عشا لا مش الشي بانية هذي غي ما تخط أعين والله اريد الشي بانية لا 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 اريد اهم هذي كمل 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 هذه الموادامة الموادامة تلعبها الشي بانية موادامة أسمعلي سيدزيزت يا ظبير كي تعتقد تشريع الإسلام ولا تنقض شيء ي لاقلك تعقلك العقل أين العقلي ؟ كي تنقض الفلسفة 辛ذي عقلي تنقد بها أو يقولون النقد تهدم بها هذا القول أصبر 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 أعني خليتك تهدر بزافة أسمع بي واش نحكي لك قصة قصة مكتوبة في كتاب نحن نحكي لك قصة مكتوبة في كتاب القصة تقول أن ميهوب ميهوب هذا الذي ترى هنا عنده أجنحة في ظهره تسمح له أنه يطير أسرع من سرعة الضوء جيد هل هذه القصة خرافة أم حقيقة ومن فضلك لا تستعمل عقلك كي تجاوب على هذا السؤال أستعمل النقل فقط لأن القصة هذه مكتوبة في كتاب ميهوب عنده جناحتين يطير أسرع من سرعة الضوء جاوبة للسؤال هذا هل هذه القصة خرافة أم حقيقة لا تستعمل عقلك استعمل فقط النقل أن تتعمل أسرع من سرعة الضوء لا تستعمل نقل صديقا لا تستعمل استعمل نقل عندما تستعمل للفرق بين الحقيقة والخرافة ذوك قولي القصة هذي تعني هيهوب حقيقة أم خرافة خرافة قولي لماذا لأنه ليس نبي قال نبي السلسل لا نبي هل تستعمل نقل على كتاب آخر؟ لكن من استعمل الكتاب؟ أنا سألزمني بأسرار ألزمك بالوسيلة تلك النقل قبل العقل كنت تستعمل في كتاب تقدر تعرف إلى حقيقة أم خرافة أتفضل هذا عندي كتاب هذا عندي كتاب مكتوب فيه أنوميه بيقدر يطير أسرع من سرعة الضوء سألتك فهم هذا وهل تستعمل النقل على العقل؟ هل هذه القصة خرافة حقيقة؟ باستعمل نقل قبل العقل باستعمل نقل قبل العقل بالكتاب تاعي؟ أتفضل سألزمك أنا أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مطار في البوراق تشتبوني 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 تحبط سألزمك 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 سألتك سؤال 4 مرات سألتك سؤال 4 مرات لماذا نعمد؟ لا نستطيع أن نذهب لتنقل استعمال الوسيلة التي تستعملها لتفرق بين الحقيقة والخيال الوسيلة المنهاج التي استعملتها مع الإسلام استعماله مع القصة التي تحدثتها لتعرفه إلى المنهاج يسمح لك حقيقة أن تفرق بين الحقيقة والخرافة تفرق بين الحقيقة تفرق أنت جعلت ضابطا فيه خطأ قلت لي مدام راك تسبق النقل على العقل إذا كل نتالك تستعمل هذه الوسيلة انتالك تستعمل هذه المنهاج ماشي أنا أنا مانستعملش هذه المنهاج أنا حبيت نعرف المنهاج جتائك لا انا قلت لك عندي العقل عندك العقل عندك العقل أعطي لي مالا بالعقل أتكلم لي غرب العقلة كيفاش الرسول طرفق البوراق أعطي لي الدليل أن الرسول طرفق البوراق غرب العقل هذا غيبي هذا غيبي هذا غيبي أنا تدخل في الغيبيات لك نذهب لك المحسوسات عندك نذهب للغيبيات هذا غير عقل لكي نعملوا أن الرسول طرفق البوراق لا يستعملوا العقل لا يستعملوا العقل لا يستعملوا العقل أعطي لي دلائل عقلية أن الرسول طرفق البوراق لا يستعملوا العقل لا يستعملوا العقل أول حاجة أول حاجة أول حاجة من تريد أن تحاورني كما يقول لك تحاورني بأدب وكما يقول لك تفرض فكرة صحيح أنت فاهمين عنها؟ أول حاجة أنت أدرك من تقول لك النبي السلام طرف البوراق ولا الجنة والنار ولا الله عز وجل هؤلاء غيبيات هكذا الغيبيات أعطي لي الدلائل العقلية أن الرسول طرفق البوراق أسمع لي يجب الإنسان من يريد أن يتكلم يبدأ بالصغار العلم قبل كباره أقول لك تعرف المتتاليات؟ تقول لي لا ما نعرفهم شي الأولى ما تبدأ؟ تبدأ تعرف تحسب واحد ثلاثة من بعدها تجمع تضرب تقسم بعدها الكوصور معادلات جدر أعطي لي الدلائل أعطي لي الدلائل العقلية للدرجة السابعة وهي الغيبيات وهي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر الإسلام كان يبدأ لهم بالتوحيد بالوجود تعليله لكن معايا ما شو معايا؟ سأقعد لك سأسمع ان المرتك سأعفني ومعدها هاوروان يقول لي لهم نحل حبيبي أمر حبابك معايا شوف ميهوب أصبحتني أعود أولا ولم ينظر الإسلام ولكن مسلمين هنا لكي الإنسان ي stosكون منصف سأعرف نشوفو اسماله على حق معايا ميهوب قبل ما تروح حق أنا غادي نروح لنتعشى ونقولي ونخشوف هذا المال في دوابط عندك انت مجاك رك معايا ميهوب أنا معاك دائما معاك أيوة بروك الانسان من يبغي يدخل في علم الانترنت راي معاك الولاي يبدأ بالأبجديات دروك مثال تبغى تبغى تدخل في الطب إليك تروح للأبجديات أشي بني أصعي روح روح تأشى خلي روح تأشى خلي روح تأشى